تلقى صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقة تعزية ومواساة من أخيه صاحب السموة الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحبة السموة الشيخ هالب بن تدعيج آل خليفة أعرب فيها عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا الله جلت قدرته أن يشملها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته كما تلقى صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السموة الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة صاحبة السموة الشيخ هالب من تدعيج آل خليفة وقد أعرب سمو ولي عهد أبو ظبي في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي العهد ولأسرة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته